طيب نفهم ايه من اللي تقال دلوقتي التقدير نفهم ايه من اللي تقال دلوقتي الاحترام نفهم ايه من اللي شفنا دلوقتي الجدارة نفهم ايه من دلوقتي ان تنشغل بنفسك ببطولاتك وتفرح بها وليس لك شأن بالاخرين طيب اجمل تعليق كان للفيفا على جمهور الاهلي انه ده فريق لا يشبع من البطولات وجمهوره يذهب خلفه الى ابعد المسافات قالك وفي كاس العالم للاندية رسموا اللوحة الجميلة اللي الكل لسه متذكرة على فكرة سواء ربطة الاهلي اللي في الامارات او اللي في قطر في اخر نسخ الاهلي شارك فيهم في كاس العالم للاندية كانت الجماهير الاهلوية وروابط الجماهير الاهلوية في الخليج هي اللي رسم هذه اللوحة اللي الفيفا بيشد بها كله بيسافر ورا الاهلي في الكويت لقى في السعودية والامارات وراهم بالمناسبة لما اصير جدل من المسؤولين هنا بتوع نادي بيرامدز وبرضه مصممين على حتة اشمعنا الاهلي يعني هو بيرامدز بيطالب بانه يأجل مباراته مع الاسماعيل يوم الثلاثة فيقول لك اشمعنا الاهلي تأجل والاهلي متأجله ست مطشوات بالمناسبة بالارقام الموسم ده الاهلي اكتر فريق لعب متشوات حتى وانتوا بتتكلموا على انه هو اتأجله ست مطشوات ولا اربع مطشوات ولا اي رقم بيرامدز الفريق الوحيد اللي كامل مع الاهلي في المحفل الافريقي ووصل لغاية ما خرج قبل السيمفاينل لكن انتوا عارفين انه الاهلي هذا الموسم مباش مهندس حتى الان لعب اربعين مباراة بيرامدز لعب تمانية وتلاتين يعني حتى هو بيحسد الاهلي على المؤجلات اللي كانت مؤجلات اضطرارية علشان تضرب الموعيد الاهلي لعب اربعين مباراة منها واحد وعشرين في الدوري وثلاثة في كاس مصر واربعة في كاس العالم للاندية وعشرة في بطولة افريقيا واثنين في السوبر المصري يعني اربعين مباراة كاملة مقابل تمانية وتلاتين لبرامدز اللي جاي بعد منه على طول بيرامدز لعب اربعة وعشرين مباراة في الدوري وثلاثة في كاس مصر واحد وعشرين واثنين وعشرين نسختين يعني وعشرة في كاس افريقيا وواحدة في السوبر المصري تمانية وتلاتين يعني وانتم بتتكلموا كابتن هاني سعيد اللي بيستمرار هي الاهلي محتوط في كل جملة شمعنا الاهلي تأجله الاهلي تأجله علشان كان المفروض التلات يوم تسعة يلعب مباراته مع حرص الحدود الانتحاد الافريقي خلى مباراة الترجي بدل ما هي تلاتاشر بقت يوم اتناشر فبالتالي اتكسرت القاعدة بمثالة ان انت لك اربع مطشات او اربع تيام قبل المطش الخارج وثلاثة قبل المطش الداخلي فحتما الاهلي ما كانش هيلعب بكرة ويسافر فحيسافر تم تأجيل مباراة حرص الحدود بنفس المعيار اللي تم التعامل به مع بيرامدز حتى خروجه من الكونفدرالية فياريته النبي اللي اندية وهي بتطالب بحققها بلاشش معنا الاهلي لانه محدش مدسله على حق اكتر من الاهلي بالمناسبة كنا قبل التقرير الاخير بنتكلم على البروتوكول بتاع النادي الاهلي انه عضو مجلس الادارة دايما هو الرئيس البعثة وحتى لو رئيس النادي موجود المرجعية الاهلوية الجميلة الحاجة تيسير الهواري في الفاصل كده خطف المهندس عدلي بمعلومة سريعة فكروا باول بطولة افريقية الاهلي توك بيها 82 امام كوتوكو في غانا كان رئيس البعثة في غانا كان اللواء مبروك متولي علي رحمة الله رئيس البعثة وفي وجود الكابتن صالح وكابتن صالح الله رحمه رحمه الله على الجميع قدم اللواء مبروك متولي هو اللي يستلم وهو اللي يتوق دي ثقافة دي ماش افتعال ومش تفضل دي ثقافة كل بيأتزم بيها هو هنا الصدق في المواقف مش هتلاقي حد يخرج برك كتالوج ده اي واللي ييجي اذا مالتزمش بيه بيحرج نفسه محدش هيقدر يخرج برك كتالوج ده تاريخك ضاغط عليك تمشي صح هو ده التاريخ اللي بيحفظ المبادئ ويجيب الكؤوس دي اشتركوا في القناة